الخوف المستمر والذعر بات شعوراً ملازماً لمن تبقى من سكان مدينة عفرينة المحتلة في ظل الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الإرهابية وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة من عمليات اختطاف وفرض إتوات وغيرها الكثير من التجاوزات مصادر محلية من المنطقة أفادت بأن هيئة تحرير الشام الإرهابية اختطفت أربعة مدنيين من أهالي قرية كافرموز التابعة لناحية شرام بريف عفرينة المحتلة واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب وفي إطار الحديث عن الانتهاكات المرتكبة في منطقة عفرين أفادت وكالة هوار السورية بأن الاحتلال التركي باشر بإنشاء نقاط تفتيش جديدة بين مركز ناحية جانديرس وقرية تلسلور وجالمة لزيادة التضييق على المدنيين واستمرارا لعمليات النهب والسرقة الممنهجة لأشجار الزيتون بمنطقة عفرين أفادت مصادر محلية بإقدام فصيل السلطان مراد الإرهابي بالاستلاء على 150 شجرة زيتون في قرية شلتاح بريف عفرينة المحتلة كما أقدم فصيل فيلق الشام الإرهابي على الاستلاء على محصول نحو 300 شجرة زيتون في قرية محمدلي بناحية راجو هذا وشهدت منطقة عفرينة المحتلة في الفترة الأخيرة اقتتالات وأصفها مراقبون بالمسرحية تمهيدا لبسط سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية على كامل الشمال السوري المحتل بما يخدم مصالح الاحتلال التركي الذي سهل دخولها للمنطقة ترجمة نانسي قنقر